البحث عن بدائل للأعلاف المستوردة عبر زراعتها وتحسين البذور المنتجة لها موضوع ورشة تكوينية بمقاطعة غيرو دامت أربعة أشهر استفاد منها ستون منميا ومزارعا بولايات العصاب والحوضين الغربي وشرقي منظمة بالتعاون بين المندوبية الجهوية للتنمية الحيوانية والمنظمة البلجيكية للتنمية مهم قضية هذه الأعلاف التي تكوين عليها العينات التي نعطيت لهم كاملة وتكوين عليها معرفة لها لأنها أساسية في ذلك نقال زراعة الأعلاف والصحة الحيوانية وإنتاج الألبان وهذا مهم الموريتاني ونعتبرها سابقة لمقاطعة غيرو بدأت مثلا بدون هي المسؤولة عن هذا بدأت مثلا تكوني الناس التي هي وبدأت تهيئ لها الأرضية التي يعود لنوع من المشاريع لأول مرة يخلقها الموريتاني توفير الغذاء المناسب للماشية بكميات كبيرة سيكون له الانعكاس الإيجابي على حجم الإنتاج من الألبان واللحوم ما سيعود بالمردودية الاقتصادية على موريدي هذه المواد ولا شك أن التكوين التي استفادت منهم المجموعات المكونة سينعكسوا إيجابا على المستثمرين والمنمين والمزارعين المحليين لرفع من المستوى الإنتاج وتعزيز الاستثمار في هذين القطاعين فهما المحركان الرئيسيان لعجلة التنمية في هذه المنطقة والمناطق المجاولة لها ويتيحان فرصا واعدا لاستثمار انتم بشكل سليم المستفيدون من التكوين أكدوا أهميته في تطوير زراعة الرعاوية والحد من الاعتماد على الأعلاف المستجلبة من خارج البلاد مطالبين بتوفير الدعم ما بعد التكوين خدمة للتنمية المستديمة تكوننا على الصفحة الحيوانية تكوننا على تحسين السلالة تكوننا على زراعة الأعلاف والطريقة التي تنزرع بها وتخزن بها إنجاح مشروع زراعة الأعلاف وإنتاج الألبان ويتطلب ذلك بذور جيدة ومحسنة وآلات زراعية واستصلاح تربة وحفر أبار ومخازن للحفار على الإنتاج وكذلك حرائر لتربية الماشية داخل المزالة توفر الأعلاف كان له الدور الأساس في توجه عدد من المستثمرين لبناء مصنع للألباني بمدينة غيرو بهدف الاستفادة من كميات الحليب المتوفرة ما سيسهم في تسريع وتيرة التنمية المحلية تالي الصادق قناة الموريتانية مدينة غيرو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر